أما هلأ لأيه لحروح لمحطتنا التالية ويقال دائما من يرنم يصدلي مرتين رح نتعرف طبعا على الترنيم البيزنطي اللي هو طبعا أداء صوتي وتنغيم صوتي مميز جدا ويرافق كافة الصلوات التقصية لنزغي أيضا لبعض تراتيل القيامة من ضيفنا اللي بنا رح في المرنم جهات حداد صباح الخير يسعد أوقاتك صباح الخيرات أهلا وسهلا فيكم بسيح قام وكل عام توب خير وفصح مجيد للجميع ومدواعي سرورنا أن نستقبلكم بكنيستنا اللي بتشاركونا بالحليقة فرح القيامة بفضل شاشتنا الوطنية وشاشاتنا الوطنية هاللي دائما بتواكب مناسباتنا وبالحقيقة نحن كتير مبسوطين أنه اليوم موجودين معكم كل عام توب خير للجميع وأهلا وسلا فيكم وأنت بخير والبداية مع حضرتك خلينا نرتل فيه بمناسبة تعيد الفصح يالا المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور ليقوم الله ويتجدد جميع عداي وتبدد جميع عداي ويرب مبغض من أمامي واجي إن فصحان المسيح المنقذ قادت تضح لنا اليوم فصحا شريفا فصحا جديدا مقدسا فصحا سريا فصحا جليل الوقار فصحا بريئا من العيب فصحا عظيما فصحا للمؤمنين فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فصحا مقدسا جميع المؤمنين يسلم هالصوت يعني متل ما قالت سلمة بالبداية من يرتل يصلي مرتين اليوم خلينا نحكي يعني بأسبوع الآلام يعني برافق الصلوات والكشف ترنيم بتخلينا أكثر خشوع لهالأسبوع ومن بعدها ترتيل الفرح ترتيل القيامة خلينا نحكي عن دورنا نحنا كمرتلين كمرنمين بالكنيسة قديش هالأسبوع بيعني لنا أسبوع الآلام ومن بعدها إلى العيد بالحقيقة هو أسبوع الآلام هو باكورة عملنا خلال فترة الصوم وخيرا للسنة كلها في حجم كبير من التراتيل والترانيم والألحان الحلوة هاللي ما بتنقال إلا مرة واحدة بالسنة بالحقيقة نحنا مرافق كل يوم بيومه الكهنة بتراتيل بتعبر عن المناسبة لكل يوم بأسبوع الآلام عنا بنبتدي نحنا من نهار الأحد بأحد الشعنين مساء الأحد نبتدأ بصلاة الختان تمتد لأحد وثنين وثلاثة هاي الصلاة الختان فيها ألحان تقريبا حزينة بتنقل المؤمنين لجو لجو آخر بعيد كليا عن باقي الأيام السنة وبتعطي انطباع عن الحدث هاللي عم نعيشه وهو حدث أسبوع الآلام بيمتد بعدين عنا الأربعة والخميس والجمعة كمان منتابع في عنا ترتيب تقصي بيحمل معاني كبيرة للأيام هاللي بيمر فيها تقصنا كمان نفس الشي بيرافقه كثير ألحان كثير عزبة كثير حلوة شجية بتخلينا نعيش بحالة نشوة وحالة من الـ فيه يقول هو حزن بس هو فرح بنفس الوقت فرح انتظار هذا الفرح هو بيقودنا لفرح القيامة مثل ما كلياتنا منعرف انه في عنا الجمعة الحزينة هي جمعة جمعة عظيمة فيها فيها تراتيل جناز السيد المسيح تراتيل كثير فيها شجن وفيها عزوبة عزوبة بالألحان الجوءة بتقوم فيها وبتكون بالحقيقة هي ملخصة لكل أسبوع الآلام نختمه بجمعة الحزينة بعدين منفوت بسبت النور وستعداد لأحد القيامة وبتنشط جوءتنا بتراتيل القيامة الفرحة هاللي بالحقيقة منعيشها كلياتنا مؤمنين بالكنيسة بتنقلنا لفرح قيامة السيد المسيح كمان يعني هاي الحالة هي حالة مهمة جدا اليوم كمان لكم دورم وتواجدكم بجميع المناسبات خلينا نحكي شوي عن الأنشطة اللي بتشاركوا فيها وعن الحالة الروحانية طبعا اللي بيأخذها المرنم من مجرد وجوده بالكنيسة أثناء الصلاة وتبادل طبعا الأدوار وخصوصا بيكون في نظام يعني الترتيل الكرال اللي موجود بالكنيسة في نظام وفي أعمار مختلفة وفي حالة جميلة بيعطيها الكرال لكل مرنم الآن بالحقيقة الجوء هي مهمتها أنه ترد على الكهنة أو الكاهنة اللي عم يقوم بالإداس عوض عن الشعب فأول خاصية لازم تتحلى فيها الجوء هي انتلاك للصوت المؤهبة للصوت طبعا إذا ما كان فيه صوت يعني جميل بدي يكون فيه مشكلة الصوت الجميل هو بيوصل إحساس الكلمة هاللي نحنا عم نرددها للمؤمنين هاللي بيعيشوا الكلمة وبيعيشوا الحدث بالإداس بنفس وقته أو بالصلاة اللي بنقوم فيها جوءتنا بالحقيقة هي بتقوم بكافة الصلوات على مدار السنة بتقوم بصلاة لدينا فترة خلينا نقول الميلاد ورأس السنة وعيد الزور الإلهي بتشارك بكافة الأداديسة اللي بتصير بتشارك بكافة الأداديسة اللي بتصير على مدار الأسبوع بشكل أسبوعي على مدار السنة ومثل ما نحن الحدث الحالي هو صيام الأربعين المقدس بشكل يومي نحن بنتواجه على أربعين يوم الجوءة بتقوم بالصلاوات وبتنشد الألحان هاللي بتعبر على المناسبة وصيام يوميا فيه عندنا صلاة يا رب القوات بشكل يومي بتكون بتواجد الجوءة ملتزمة وبتأدي دورها بكل جدية وبكل بدي أقول يعني أنه بتعطي حقها للمناسبة اللي هي عم تقوم فيها نحن عنا بالجوءة بالحقيقة قبل هاي المناسبات الكبيرة هاي المنفية عنا تحضيرات من ساوية على مدار العام نجتمع على مدار العام بشكل دوري مرة بالأسبوع حتى نحضر المناسبات إذا عنا شي مناسبة كبيرة مثل ما تفضطي مثل ما قلت لك الأعياد الكبيرة هاللي هي على مدار السنة بالإضافة لعيد الكنيسة وبالإضافة لأي خدمة ممكن تكون على سبيل المثال أعراس عمادات شكل تاني ممكن تكون الجوءة حاضرة حتى تقدم خدماتها والجوءة بالحقيقة هي نتاج سنوات بيمر عليها أعضاء الجوءة بيبدؤوا من صغرون وبيضلوا في عنا أشخاص موجودة صار عشرين سنة موجودة بالجوءة اتجوزت الأشخاص أنجبت أولاد أولادهم صاروا معنا بالجوءة وبالتالي عم نشكل إسرة واحدة إسرة يعني عم تكون إلى خدمة مميزة بالكنيسة عن المؤمنين وممكن تعطي والعطاء كما بيقولوا عطاء أفضل من الأخذ نعم يعني أكيد وعملكم ودوركم كتير كبير وفي تكنيك محدد وتدريبات معينة بتقوموا فيها أكيد قبل ما نختم مع حضرتك خلينا أيضا نسمع ترتيلي حابب تسمعنا ياها اليوم بمناسبة عيد الفصح هلأ بدي أعبدي أحبب بدي رتل ترتيلي هي من أولى خلال الصوم الأربعين المقدسي أثناء الصيام سيدة العزراء حامي أيا توصى لي حامي عن كل الملتجئين بإيمانين إلى سترك العزيز لأنه ليس لنا نحن الخطأ المنحانين من كثرة سيئات وسيط دائم عند الله في الشدء والأحزان سواك يا أمة الإله العلي لأجلي ذلك نجثوا لك ساجدين فانقضي عابدك من كل شدات شكراً لكم شكراً لكم شكراً لوجودك معنا ويسلم هذا الصوت شكراً لكم أنا كتير سعيد بحقيقة معكم اليوم أتمنى للجميع فصح مجيد وبنتهز المناسبة أني عايد أفراد شعبنا كلياتو بالداخل والمختربين بالخارج وعيد كمان بطاقة حب لسيئة الرئيس بشار الأسد ولجيشنا ونترحم مع جميع الموتى هل نحن هلأ بجيشنا وبفضلهم نحن موجودين عمين عام بالرخاء والاستقرار وإن شاء الله فصح مجيد وشكراً لكم أهلا وسهلا فيكم شكراً لك وأهلا وسهلا فيكم نعاد عليك بالخير